معنا أيضا لمزيد من الحديث عن أو الحديث أكثر عن هذا المؤتمر الاقتصادي هاتفيا تنضم إلينا الأستاذة أو الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال تحياتي لحضرتك يا فندم صباح أخي دكتورة مينة صباح النور يا فندم على حضرتك النهاردة لما بنقرأ كده الأجندة أول يوم اليوم الأول في المؤتمر ملاقين أنه في جلسات كتير قوي لا علاقة بالسياسات المالية سياسات مالية سياسات نقدية وما إلى ذلك تخصيص يعني جلسات كاملة السياسات المالية والدين العام سياسات النقدية في ظل التطورات العالمية وسؤالي لحضرتك هنا مفهومنا البسيط قوي إحنا كغير متخصصين يعني غير حضرتك أنه السياسات المالية والنقدية يعني بنتكلم أنه الدولة بتستخدم حصيلة إراداتها اللي جاية مع المصروفات علشان تقدر تشكل اقتصاد هذا البلد النهاردة إزاي ممكن يتم طرح هذه السياسات النقدية والمالية بلغتها المعقدة جدا ولكن لأن كل الحاضر طبعا ناس يعني أسد في الاقتصاد ومعانيين بالاستثمار زي ممكن يتم طرح هذه النقاط الهمة جدا النهاردة طوقات حضرتك إيه من هذه الجلسات المتعلقة بالسياسات المالية طبعا إحنا عايزين بس نسرق ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية السياسات المالية تتعلق بالموازنة العامة للدولة تتعلق بإزاي أننا أعظم من المدخولات الدولة إزاي أنا أزود قيمة الميزان التجاري إزاي أن أنا أزبط سعر الصرف دي كلها تتعلق بالسياسات المالية أما السياسات النقدية فتتعلق بقياس التضخم واستخدام أنسب الوسائل لمجابة هذا التضخم إما من خلال رفع أسعار الفايدة إما من خلال الإجراءات التي تأخذها البنك المركزي زي رفع الاحتياط الإلزامي الإجراءات التي تأخذها البنك المركزي لدعم السياسة النقدية ده إحنا عايزين نوضح بس للناس البساط لأن نحن مش كلنا متخصصين ولازم على فكرة المواطن المصر يفهم إيه مغزة المؤتمر الاقتصادي طبعا إحنا فيه بيواجه الدولة العديد من المشاكل طبعا إحنا امتهاجنا سياسة سلاح اقتصادي كان المفروض أن المواطن هي يجني السمارة ومرضودها ولكن طبعا فجئنا بمشكلة كورونا وتأثيرها على ثلث الإمداد وتأثيرها على ما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية للعديد من الدول اللي مش لمصر بس ومصر إذ تدير هذا الملف بكفاءة كافية وكانت تريد أن هي تحسن من أداءها الاقتصادي وتصنفها الاقتماني وما إلى ذلك لكن بعد كده طبعا حصلت مشاكل جيوسياسية مرضو مناش يد فيها وهي مشكلة روسيا أوكرانيا وطبعا المشاكل ما يتعلق بالطاقة وما يتعلق بالغذاء طبعا نحن متأثرين بموضوع الأمح بس لدرجة معينة مش لدرجة كبيرة أن نحن انتهجنا سياسة إصلاحية عارفنا أن نحن نزرع أمح ونستفاد من الفائد عندنا في العديد من السلع أن نحن تريد نصبرها وعندنا كمان موضوع الغاز الطبيعي وتنمية الاقتصاد الخاص به والدخول على المواصلات الدولية فيما يتعلق بالتصدير فإحنا عندنا العديد من الجوانب قدرنا أن نحن ندرها بشكل محترف ولكن المشكلة التي توجه العالم كله هو ارتفاع قيمة الدولار بسبب رفع أسعار الفايدة من قبل فدار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يوجه العالم كله طبعا عندنا في مصر الحمد لله يعني المشاكل مش بالموضوع العميق اللي تتأثر المتأثرة به دول العالم وخصوان دول الاتحاد الأوروبي احنا عندنا الحمد لله وفرة في موضوع الغذاء موضوع الطاقة الحمد لله عندنا جانب بنديره بحرافية موضوع الغاز ولكن وابترينا كمان نتوسع في الطاقة الخضراء وابترينا نتوسع في الطاقة عن طريق الرياح وتصدير الكهرباء فكل ده يعني فادي الدولة المصرية وخلى التحديات الأورصادها ممكن تبقى تحديات كبيرة ولكن ممكن السيطرة عليها عندنا الملف ده هو الأكبر اللي بتعلق في الوقت الحالي طبعا النمو السكاني المطرد وإذن السفاد من الطاقة السكانية أحاوله إلى طاقة منتجة عشان خاطر يعني يبقى معدلات التنمية معدلات ظهرة على الأداء المصر طبعا لو كان معدلات النمو السكاني يعني منخفضة عن هذا المعدل كان هيظهر زيادة في النتائج أيوة تمام كان هيبقى فيه مرضود اقتصادي قوي وعلى فكرة يعني حدا كنتي برضي سألت سؤال سابق هو إزاي هيفلطاروا الأفكار التعلق بالمؤتمر الاقتصادي فيه منصف مفتوحة من 5 أكتوبر للتواصل مع كل الأراء حتى المواطن العادي يعني يبعت أسئلته ويبعت استفسارات وكانت بتترد عليها بطريقة منتظمة وطبعا كان مطلوب مننا كاقتصاديين إن احنا نشارك بأفكارنا ونشارك بكبراتنا والمشاكل اللي احنا بنواجهها سواء في قطاع السوق المال التي تعقضت فيه مشاكلنا في حياتنا اليومية وتم طبعا التواصل مع العديد من الاقتصاديين عشان فكح مجال الفوار وتعامل منصة لتداول الأفكار زارها من 5 أكتوبر حتى الأمس أكتر من 12 ألف مواطن للاستفسار والعرض أفكارهم والتواصل مع المؤتمر البنعقد اليوم اللي هيستمار لتلات أيام اللي بيبطي تلك مصارات السياسة الأقصادية الكلية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وصياغة خريطة الطريقة المستقبلية لقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة نعم الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال جزيل الشكر لحضرتك يا فندم على هذه الصورة الشاملة التي وضعتين فيها فيما يتعلق به هذه المناقشات الهمة جدا اللي تكون النهاردة إن شاء الله تحديدا يعني في اليوم الأول للسياسات المالية والنقضية